اشتركوا في القناة لتحمل لمشاهدين الكرام متابعين قناة الريان هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة والرائعة انطلق الشوط انطلقت الشعارات ضمن هذا المهرجان مشاهدين العزاء في قطر في الشحانية مشاهدين متابعين الكرام الشوط الحادي عشر هكذا مشاهدين العزاء نعود الى مقدمة الشوط ونرى الصيطرة ونرى هذه الاسماء ونرى هذه الشعارات المنطلقة مع هذا الاندفاع نسير في طريقنا الى المراكز المتقدمة لننطلق مع هذا السن وهذا الانطلاق الجميل والرائع هنا تسيطر على مقدمة الشوط وتقود المشاركات بجدارة جبارة جبارة على الصدارة تتقدم المشاركات يمع بن عبيد بن محمد الراشدي وهي تستحف هذا الاسم وهي تنطلق يا سلام عبدالله بن حميد بن سهيل المقبالي سلام لأهالي العين هناك في دولة الامارات على هذا الفوض على هذا الانتزاع وهذه اندار عبدالله بن حميد بن سهيل المقبالي على الفوض بن نموس المركز الأول بنشوف المركز الثاني رياض بن ثامر السعدون المركز الثالث وصلت في مياسة سعود بن حمد بن سيف النيادي المركز الرابع مشاهدين العزاء الضبي لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي أما المركز الخامس وصلت في المركز الخامس الضبي لمحمد بن عتيج بن علي الكتبي هكذا مشاهدين متابعين الكرام الخمس المراكز في حالة وصولها بغيادة انذار والتهنية وناموس نبعثها قبل التوقيت الزمني للمقبالي على هذا الفوض المستحق على هذا ناموس اللي قدمت انذار مشاهدين العزاء في هذا الشوط هذا مخرجنا عبر قناة الريان عبر هذه التغطية الرائعة الإعلامية هنا في ميدان الشحانية يعود لنا مع التوقيت الزمني وهذه انذار قطعت المسافة في فترة زمني مقدارة تسع دقائق وسبت عشر ثانية وثماني وعشرين جزء من الثانية وأفضل توقيت في هذا الصباح مع انذار المركز الثاني وصلت في بلشة قطعت المسافة في تسع دقائق وثمانت عشر ثانية ثنين وتسعين جزء من الثانية تهنين لمالك بلشة رياض بن ثامر الزعدون بينما المركز الثالث وصلت في مياسة في تسع دقائق وتسع عشر ثانية وثماني واربعين جزء من الثانية وثماني تحليب خ像